لولا انها لسه بتعمل حفلة كده كل فين وفين ولا بتظهر في فرح كنا قلنا دي اعتزلت ولا سابت مصر وشافت بلد تانية تاكل فيها لقم تعيش كلامنا هنا عن الراقصة صفيناز اللي كانت واكلا الجو وسيء او محدش بيوقفها بس السيف ده بقى خلاص الناس بتقول زي راحت عليها خالص ازاي راقصة صفيناز اللي كانت نمبر ون في الرأس في مصر ما بقتش كده وايه المفاجآت اللي هتكتشفوها عن اختفاء صفيناز وازاي هي مش رقم واحد في الساحل اللي مليان حفلات والدنيا مقلوبة هناك وليه جمهور طلب مباحث الاداب تقبض عليها خليكم معايا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية اللي متابع الساحل الشرير والحفلات اللي بتتعمل هناك الصيف ده هيلاقي صيف 20-23 غير كل صيف يعني هناك الدنيا مفتوحة على البحر خالص والشغل على ودنه والرأسة والحركات اللي قلبك يحبها مسيطرة على الأجواء طيب فين صفيناز من كل ده مش المفروض تبقى نمبر ون زي ما احنا عارفين ولا ايه لأ ده فيه جرها كتير والساحة دلوقتي ما بقتش بتاعتها لوحدها وده اللي هتكتشفو تفاصيله في باقي الفيديو فاكرين لما صفيناز جات مصر من كم سنة غطت دينا الرقاصة وفيفي عبدو ما بقتش على الساحة خالص وبقت هي الحاكمة بامرها واللي بتعمر وتنهي في المجال ده ورغم انها مش مصرية بس وقتها قالت انا هعمل مدرسة رقص شرقي وهيطلع من تحت يدي رقاصات النمائي صفيناز ما كانتش عارفة ان كلها كم سنة ويطلع اللي يكل منها الجو بس شهادة حق هي المفروض كانت تطول شوية عن كده بس يا ترى ايه السبب اللي خلها تبعد حبتين تلاتة كده في كلام كده بيتقال ان نمرد صفيناز بالشيء الفلاني وهي حلفة ما تنزل جنيه واحد قصد يعني دولار من اجرها وعلشان الشغل شغال في الساحة اللي وهي ما استخدمتش زكاها شوية فكان اختفاقها هو اللي مسيطر على الساحة والناس بتسأل هي فيد معلش برضو ما اللي بيعملوا الحفلات دول عاوزين يكسبوا وعلشان كده تلع كام رقاصة كده في الساحل واكلوا الجو وبقت الحفلات بتاعتهم مسيطرة على الساحل يخلصوا من هنا يطلعوا على اللي بعدها وهكذا وصفيناز موجودة برضو بس اللي يقدر عن نمرتها بيجيبها وبردو لسه ليها شوية جمهور كده شهادة حق برضو تتقال ان الجمهور ما بقاش شايف صفيناز بنفس الصور اللي كان شايفها بيها قبل كده تخيلوا ان الجمهور شايف انها راحت عليها اصلا وما بقتش زي زمان صفيناز بتنشر فيديوهات ليها على حسابها في انستجرام ويريت الدنيا حلوة زي زمان لا ده الانتقادات بقت هي لمتصدرة تعليقات والناس مش مصدقة انها وصلت لمرحلة مش ولا بد كده تخيلوا في ناس بتقول عليها دي بتتخانق مش بترقص صفيناز بتطلع تعمل حرقات برجليها وإيديها كأنها بترقص شعبي مش شرقي راح فين هز الجسمة والرعشة ما نعرفش وعلشان كده كلمة راحت عليها وان الفيل اللي قادرين يكسروا قسطورتها هي نغمة الجمهور في التعليقات عندها مطلوب بوليس الأداب لمين؟ لصفيناز ما اقول ايوا صفيناز علشان التفاعل عندها ما بقاش زي الاول وعشان هي راحت عليها شوية فعلا نشرت فيديو مليان احاقات وحركات مش حلوة خالص والناس بتقول ده مش رأس ده حاجة تانية بس ما يتسماش رأس والتعليقات بتاعت الجمهور بقت مطالبهم عاوزين بوليس الأداب يقبض عليها عشان اللي بتعملوا ده أكبر غلط تفتكروا بقى صفيناز راحت عليها بجد بعد الرقصات اللي ظهروا في الساح اللي واكلوا الجو منها ولا هي لسه نجمة في مكانها ومسيطرة اكتبونا قراءكم في التعليقات